للحديث أكثر ينضم معنا مباشرة السياسي المستقل علي نجري أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية يعني كتل سياسية فاشلت وفقدت جمهورها في الأنبار والآن بدأت تتحرك بطرق مختلفة في محاولة لعادة تسويق نفسها كيف تصفون هكذا تحركات تفضل بداية تحيير لكم تحيير قناتكم الموقرة وتحيير صادر المشاهدين طبعا شهدنا قبل أيام مؤتمر منصات أسميه أنا مؤتمر منصات هذا المنصة التي تعيد للذاكرة شكل المنصات التي نصبت أبان أزمة السيد رافع العيساوي مع السيد نور المالكي بسبب اعتقال حمايته وما نتج عنها من مشاكل وما نتج عنه عن خرقات أمنية وعن تهجير ودمار للمحافظة وخرقات وإرهاب يعني وجد الإرهاب خاصرة ليتسلل من خلالها ويعيذ في الأرض فسادا وبالتالي يعني فقدنا الكثير من الدماء من دماء أبنانا من دماء أبناء القوات الأمنية الكثير من المهجرين الكثير من النازحين الكثير من المغيبين بيوت مهدمة مناطق بالكامل سوية في الأرض فبالتالي هكذا منصات وهكذا مؤتمرات متشنجة وتبحث عن خلاف سياسي على حساب مصالح الجمهور الأنباري بصراحة هذا مرفوض جملة وتفصيلها طيب أستاذ علي الساحة السياسية مفتوحة للجميع نعم يعني ما الفائدة من عودة هذه الأحزاب السياسية إذا كانت المحافظة مستقرة خصوصا وأن الشارع الأنباري يتوجس منها نعم طبعا الساحة السياسية مفتوحة للجميع من يريد أن يعمل سياسة فليعمل لكن من يريد أن يقيم هكذا مؤتمرات يعني تدعو بخطابات متشنجة إلى مهاجمة الآخر وإلى تهديم المشروع الآخر بالتالي الآن الحزب الفائز في الأنبار فائز بأغلبية مطلقة ويمثل جمهور الأنبار رسميا في البرلمان وبالتالي مطاليب الشعب الأنباري تتمثل في نواب المحافظة وليس بالناس التي أتت بعد حل الأزمات وأتت بعد الإعمار وأتت بعد أن قضاء كل شيء وبعد أن عاد الأمان والإعمار إلى محافظة الأنبار وبالتالي جاءوا يبحثون عن فتاة الفائدة الشخصية أو النفع الشخصي لمصالحهم جاءوا من باب الخلافات الشخصية مع السيد الرئيس البرلمان وبالتالي أنا قلت من كان يريد أن يعمل سياسة فليعمل ومن كان يريد أن يثير النعارات ومن كان يريد أن يثير المشاكل داخل المحافظة فالباب مغلقة بوجهه الشعب الأنباري عانى ما عانى غير مستعد أن يضحي من جديد غير مستعد أن يهجر من جديد غير مستعد أن يدخل في أزمات من جديد لحد الآن يعني جراح الأنباريين لم تلتئم فبالتالي من الأولى أن يتم العمل على حل مشاكلهم باعتبار أن بعض القائمين على المؤتمر لديهم علاقات جيدة مع بعض الفصال المسلحة التي ترفض عودة النازحين إلى مناطقهم والتي ترفض تسليم المناطق إلى أهلهم كجرف الصخار والعوجة كان من الأولى أن تتوسط هذه القوى السياسية لدى هذه الفصائل لعودة النازحين لا الاستقواء بها على الآخرين واستغلالها استغلالات سياسية يجب أن يكون يجب أن تكون جميع القوات الأمنية بمنأة عن النزاعات السياسية والصراعات السياسية أنا قلت الساحة مفتوحة لمن يريد أن يعمل بالسياسة لكن موضوع خلق الصراعات وخلق الأزمات داخل المحافظات الغربية أمر مرفوض جملة وتفصيلها أستاذ علي الفترة السابقة شهدت استقرارا على المستوى نقول السياسي والخدمات أيضا في الأنبار يعني ما الهدف من وجود هذه الأحزاب وما الذي تسعى إليه في هذا الوقت يعني هل الموضوع يخص الانتخابات فقط أم هو سياسي بحث من خلال مثلا دفع أجندات معينة لهكذا أحزاب لخلق بلبل مثلا يعني من خلال مجلساتنا ومن خلال مرانقبتنا لوسائل الإعلام والتصريحات يعني قبل أيام صرح السيد الشيخ حميد الهايس قال أن بعض قادة هذا التحالف أهدى غزلان إلى السفير الإيراني في سبيل ترطيب الأجواء بين السفارة الإيرانية وبين هذه القوى السياسية بحثا عن مصالح للدخول من بوابة السفارة الإيرانية إلى العودة إلى الحكم من جديد من يريد أن يدخل للسلطة أو من يريد أن يحكم فليدخل من باب الصندوق الانتخابي أما باب السفارات أو باب القوى الخارجية وباب القوى المسلحة يعني خلي ندول حتى باب الغزلان اللي ذكرته حضرتك أستاذ علي يعني لها الدرجة وصلت يعني غزلان والسفارات نعم في السابق كانت بعض الشخصيات في هذا التحالف يعني ترفع عبارات طائفية وترفع عبارات متشنجة ضد الآخر وقادمون يا بغداد وغيرها ويعني أخذوا الجماهير هذه المحافظة إلى المجهول فبالتالي اليوم يعني هذا بصراحة يعني التخبط وهذا يعني يعني هذا ما أعرف ماذا أسميه يعني أنت تذهب إلى سفارة دولة أجنبية لتتوسط عندها ولتحصل على حظوة سياسية لتحصل على مناصب معينة أو لتسقط الآخر فبالتالي هدم مشاريع الآخرين لا يبني الذات فاليوم كان من الأولى بهذه الشخصيات يعني محاولة علاج جراح أهالي هذه المناطق التوسط لدى القوة المسلحة التي اليوم تعتبر صديقة لهذا التحالف في عودة النازحين في عودة أهالي هنا ممكن ندخل وياك يعني إذا تسمحي كيف ترى دور رئيس البرلمان في تعزيز دور العراق في المنظومة العربية من خلال مشاركاته في المحافل العربية والدولية وآخرها مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية نعم بالتأكيد السيد رئيس البرلمان لديه خبرة كافية يعني هو رئيس برلمان لدورتين فيملك من الخبرة ما يملك يعني اليوم نشاهد هناك يعني حراك سياسي وحراك دبلوماسي ومحاولة تقريب وجهات النظر واليوم يلعب دور محوري إقليمي يعني موضوع الأزمة السورية تدخل فيه موضوع البرلمانات غيرها من الأمور فاليوم البعض يمكن يشوف هذا النجاح يعتبر فشل لهم فيحاولون محاولة كبح جماع هذا النجاح ومحاولة وضع العصي في عجلة التقدم الدبلوماسي وعجلة التقدم العمراني ويعجلة التقدم السياسي في هذه المناطق فبالتالي اليوم يسلكون طرق ملتوية طرق غير مشروعة الطريق المشروع الوحيد هو طريق الانتخابات وطريق الصندوق الانتخابي أما طريق السفارات فهذا طريق ملغوم وطريق قد يأخذ جماهير هذه المحافظات إلى المجهول اليوم اللعب على وتر الفصال المسلحة واللعب على وتر الغزلان واللعب على وتر الهدايا للسفارات والتقرب من السفارات الأجنبية أمر مرفوض ومعيب لا يليق بتاريخ هذه الشخصيات يعني ليحافظوا على القليل من ماء الوجه يعني اليوم الجمهور هذا عانى ما عانى بسبب مشاكلهم الشخصية السابقة فبالتالي لا أتصور أنه اليوم الجمهور الأنباري أو جمهور المحافظات الغربية جاهز ليدخل في أزمة أخرى أو ليدخل في مشاكل أخرى بسبب خلافات شخصية أو بسبب مطامع على مناصب فهذا أمر بصراحة موئيب جدا نعم السياسي المستقل علي نجدية كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا